موسيقى أسعد الله وأوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مشاهدين أينما كنتم تحتفل الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه الأيام بالذكرى الثلاثين لثورتها التي تستمر إلى العاشر من الشهر الجاري ذكرى سقوط الشاه شعارات ولفتات رفعت في الاحتفالات هذا العام فيما كان أول قمر إصطناعي إيراني شق السماء منطلقا إلى الفضاء الخارجي من بين هذه الشعارات مثلا لفتة كتب عليها سندافع عن مبادئ الإمام الخميني وعن ميراثه وهو كلام قاله المرشد الأعلى الحالي خامينئي الذي خلف مؤسس الجمهورية عند وفاته عام 89 تصريحات تبدو مثيرة أيضا صاحبت هذه الاحتفالات الرئيس الإيراني السابق أكبر هاشم رفسنجاني قال إن سكان غزة وحزب الله اللبناني ألحقوا هزيمة بجيش النظام الصهيوني بفضل النفوذ الإيراني على حد قوله فيما قالت إحدى الإيرانيات لوكالة فرانس بريس إن إيران مستمرة في النهج الذي رسمه الخميني إلا في مجالي الاقتصاد والثقافة احتفالات هذا العام تجري أيضا في فترة تنتظر استحقاقات ومواعيد هامة كانت تتعلق بالداخل الإيراني أو بالعلاقة مع الخارج فإيران على موعد في يونيو القادم مع انتخابات رئاسية في غاية الأهمية نظرا للصراع المحتدم كما يرى كثيرون بين تياري المحافظين والإصلاحيين كما تجري الاحتفالات أيضا على وقع وعد الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما باعتماد مقاربة دبلوماسية جديدة تقوم على الرغبة في التحاور مباشرة مع طهران دون أن ننسى أن الذكرى الثلاثين للثورة الإيرانية تتزامن هذا العام مع إقدام الاتحاد الأوروبي على رفع منظمة مجاهد خلق الإيرانية المعارضة من قائمة الاتحاد للجماعات الإرهابية المحظورة وأخيرا وليس آخرا احتفالات هذا العام سبقها بشهر واحد فقط إعلان للقضاء الإيراني لم يثر انتباه الكثيرين ولكنه ذو دلالات بحسب بعض المحللين وهو إعلان السلطة القضائية يلقاء القبض على أربعة إيرانيين متهمين بالتورط في مؤامرة ممولة من الولايات المتحدة تهدف إلى الإطاحة بالنظام الحكومي الإسلامي الإعلان جاء قبل أيام قليلة من تنصيب أوباما الثورة والداخل الثورة والجوار الثورة وإدارة أوباما الجديدة الثورة والبرنامج النووي عنوين عريضة سنحاول البحث فيها في حلقة اليوم التي يسعدنا أن نستضيف فيها الدكتور علي نوريزادة مدير مركز الدراسات الإيرانية العربية في لندن دكتور علي مرحبا بك مرحبا بكم أهلا سهلا بك نبدأ بداية لا ندري أن أقول لك كل عام وإيران بخير أم لا وأنت معارض طبعا الذكرى الثلاثين لا كل عام وإيران بخير كمعارض إيراني معارض كما تقول مدني بعيدا عن استخدام السلاح وأنت ترفض استخدام السلاح كما قلت كيف تنظر إلى هذه الذكرى الذكرى الثلاثين أن الذكرى الثورة يعيدني إلى ما قبل سلسين آمن لما كنت رئيس تحرير السياسي لسحيفة إتلاعات كبرى صحف إيران وشابا مدافع للثورة والتغيير وأتذكر هذه الأجواء الغريبة والعجيبة المسيطرة على إيران والفرص التي كانت متاهة لنا لتعزيز أسس ديمقراطية وأسس نظام ألماني في إيران نظام يؤمن بهقوق الإنسان ويؤمن بسيادة الشعب ومع الأسف لما يصيب مجتمعا بحمي بحمي الثوري لا يرى يعني يبدو أن جميعنا كنا لم نكن باستطاعتنا أن نرى بعد خمسة أيام كنا نتحدث عن تغيير عن ضرورة إسقاط الشاه ولما جاء الدكتور شابور بختيار باعتباره آخر رئيس وزراء وبختيار كان من جبهة الوطنية وترح شعاراتنا وتحدث عن إيران ديمقراطي إيران متعاون مع جيرانها إيران قد قتل ألاقات مع إسرائيل وقتل تستير النفط إلى أفريقيا الجنوبية صدور النفط يعني كل شعاراتنا حل السواك ورغم ذلك أن حمي الثوري قد أخذتنا إلى الخميني والإمام خميني في باريس كان مختلفاً عن إمام خميني في إيران يعني أنت ترى بأن الإمام خميني كان يسوق شعارات ما عندما كان في باريس وعندما عاد إلى إيران أنا جيبت اليوم ببعث هذا الشعارات من نفسه يا دكتور علي لماذا تعارض؟ والآن ربما الانتخابات التي تجري في إيران بشهادة الكثيرين حتى المراقبين الأجانب لا تجري في المنطقة بأسرها انتخابات شفافة وديمقراطية ماذا تريد أكثر من هذا؟ أقوله لك انتخابات شفافة لمعيدي ولي الفقه لأسخاب ولي الفقه وليس لي وليس للآخرين مجلس سيانة الدستور يقربل الناس يختار الناس سلاسة أشخاص من بين 70 مليون إيرانيا يعني ليس هناك أكثر أهلية من أحمد نجاد أو من خاتمي من آخرين لا أبدا انتخابه الإيرانيون عد أنت ورشح نفسك أقوله لك لما أمامك فقط يعني خيارين أهلاهم أمور كيف يعني أنت تختار واحد منهم يعني أيام خاتمي أوكي الواز كان أفزل المواطن الإيراني ينظر إلى الأمور أحمد نجاد قد جاء بشعار سوف أوزع هستك من عائدات النفط على بابك لم يحصل ذلك التزخم وصل إلى 30% وقدا إذا جاء خاتمي ربما الشاب سيسود لخاتمي ولكن ليس أمام الشاب خيارات مؤدة أمام الخيارين خاتمي أو أحمد نجاد سعود إلى هذه النقطة ولكن دكتور علي المرأة حتى في المنطقة بعض الرئاسات العربية بدأت تغار من إيران دولة قوية اقتصادياً قوية عسكرياً قوية علمياً آخر قمر اصطناعي الآن يدخل السماء بفضل هذه الحكومة الإيرانية التي تنتقدها أستاذي العزيز يا سيدي توجد معارضة في داخل إيران بإمكانك أن تعود وتعارض من الداخل أي معارضة أنت قلت قبل شوية عربات إيرانيين اقتقلوهم بسبب يعني مؤامرة يعني شو المؤامرة طبيب إيراني ذهب إلى إيران لخدمة مصابين بالأيدس اقتقلوه أنت عميل أمريكي قد جاءت لقلب نظام الهكم أبرى الصورة المخبلية كيف هذا الطبيب شاب وأخوه ذهب إلى إيران لخدمة شعبهم أقول لك أخي العزيز مع الأسف بسبب الوزء المعساوي في المنطقة والدول العربية ووجود ديكتاتوريات تبدو الجمهورية الإسلامية كأن هذا النظام الأفلاطوني الجمهوري أبدا أقيد يجب أن تأيش في إيران يجب أن تتحقق أعطيني حاجات من الداخل ما الذي لا يعجبك لماذا تعارف أقول لك أولا أود إيرانا غبيا بالتعكيد إيران قوية هذا دولة إغليمية كبرى ويجب أن تكون قوية هذا هو واحد أود أن أرى إيرانا ليس هناك فارق بين السني والشيئ وليس هناك فارق بين مسيحي ويهودي إيرانا ينظر إلى مواتنيه من منذار واحد السني في إيران أنا الشيئي سيد الشيئي وزوجتي كردية السنية على كل حال أنت علماني يعني الشيئية هذه فقط تريد أقول لك ولدت شيئيا نعم وزوجتي ولدت سنية بس ليس باستطاعت زوجتي أو أخو زوجتي أو أبن عن أم زوجتي أن يسبح أقيدا لا أقول جنرالا في الجيش ووزيرا لا وزير أبدا مدير أم بوزارة ليس باستطاعته أن يسبح مدير مسرف في إيران لأنه هو السني إيران ترفض هذه الاتهامات وفي الحقيقة ذكرت هذه الاتهامات أكثر مرة وإيران تقول أن الفرص متاحة أمام الجميع لا أدري من قال هل هناك في إيران وزيرا سنيا وأنا أعرف الأشرات من السن المعاحلين لتولي مناصب رفية وحتى الرئيس خاتمي لما أراد أن يؤين مهافزا سنيا لمهافزة كردستان السنية المرشد رفز مثالا آخر انتخب أبناء مدينة جورجان شمال إيران مندوبا في البرلمان في البرلمان الراهي اسمه دكتور عبد الناصر هذا رجل تبيب إيراني من طائفة الصنة من توركمان سوت الآلاف من الناس له وانتخب زحب إلى مجلس البارلمان جلس في كرسيه بعد خمسين يوما جاءه علي لاريجاني رئيس البارلمان وقال مع الأسف عليك أن تستغل لماذا؟ لأن المرشد قال لا يمكن أن يكون لمدينة جورجان ممثلا سنيا شو هذا أخي؟ هذا تميز هذا طائفية وفي إيران أيضا هناك يعني يتحدثون عن حقوق النساء في إيران ألم تكن النساء الإيرانيات قد حصلنا على حقوقهن في بداية الستينات في الغرن الماضي نعم على كل حال حصلنا على حقوقهن دكتور علي أنت وكأنت أصبحت مدافع على السنة هناك من يقول لا أخير مش سنب الشيء اسمح لي دكتور علي هناك من يقول بأنه هذا المركز الذي تديره وترأسه البعض يقول بأنه ممول من قبل جهات ربما سعودية ربما أمريكية ولذلك أنت تحاول الآن أن تنتقد وتركز على هذه النقطة لأنه المسألة مثارة في المنطقة البعض يقول الآن بأنه إيران لا تحترم السنة إيران لا تعطي حقوق السنة وهناك دول دول لا دعي لذكر هي التي تقود هذه الحملة ضد إيران الآن وأنت مجرد عامل موظف في هذه الآلة أخير أنا كاتب والصحفي وشائر مخترم لا يمول أحدا أنشتتي وأنا بشتغل عندي برنامج تلفزيوني أنا بكتوب صحيفة كيهان بلندن وعندي صحيفة نشرة الموجز يعني هذا اتهامات يعني لا يليغنا على كله مركز الدراسات العربية الإيرانية أسسا من قبل الراهل السفير جعف الرائد ولا يزال ابنه موجود وهذا المركز عندنا كل أنهاء الآلم والحمد لله لدينا يعني اكتفاء ذاتي على عيّة دفاعي عن أهل السنة مش بسبب أن أدافع عن سنة فلان ممول طالبني بذلك أنا أدافع عن أهل السنة منذ بداية الثورة ومغالاتي موجودة لأن السنة في إيران مستحدين الأكراد في إيران هم يشكلون نسبة كبيرة من يعني نفوس الإيرانيين و شفت قتلوا دكتور عبد الرحمن قاسملو هذا زعيم التاريخي للأكلات في فيانا قتلوا خليفة قاسملو دكتور صادق شرف كندي ببرلين مدأم ميكونوس قتلوا دكتور شابور باختيار زعيم جبهة الوطنية في باريس زباهوه الثورة تزبح الناس بغض النظر إن كانت هذه الاغتيالات مؤكدة أم لا يعني كل دولة لو جرت مؤامرة ضد النظام في أمريكا لا أباد الدنيا يعني وانت تعرف ماذا جرى في العراق وافغانستان يا سيدي كل الأنظمة تحضر على وجودها أنا لن أقبل بذلك لا نريد نظاما وحشيا يقتل الناس حتى بريموت كونترول في الخارج كم مرة تاردوني في بريطانيا كم مرة شرطة البريطانية وفرت لي القطاع يعني الحماية أقول لك حبيبي النظام الذي يقول أنا أرسل أغمار السينائية إلى الفضاء وليس تفعل لك كإيراني هذه أقول لك هل أغمار السينائية معناه يعني تقدم معناه ماذا إذن تقدم يحصل في بلد هنا ما لا يقش 14 مليون من أهالي هذا البلد تحت خط الفقر ليس غمر السينائي كوريا الشمالية أكثر قدرة وقوة من إيران في مجال صواريخ الباليستية الشعب الكوري يعكل الأعشاب هل يجب أن ننتظر يعكل الشعب الإيراني الأعشاب لا التقدم سيحصل في بلد لا يسمح بهجرة أربعة ملايين من خيرة أبنائه إلى الخارج يعني الآن موجودين في أمريكا في أوروبا لماذا لماذا إيرانيا الذي يؤود إلى وطنه لزيارة أهلي يتم اعتقالي أنت عميل للولايات المتحدة زبدة المجتمع الإيراني الذين تتحدث عنهم يتآمرون ضد إيران وأنا أعني هنا مجاهدي خلق هم زبدة يعني هناك من يقول بأن هؤلاء هم الذين يعون عليهم للتغيير في إيران مجاهدي خلق الآن الاتحاد الأوروبي أزاحهم من خائمة الإرهاب لديه ما ردك أشرح لك أنا أولا جميع الناس يعرفوا الموقع في التجربة مجاهدي خلق من زحب وتحالف مع صدام حسين لا غيم له في إيران يعني الشعب الإيراني رفز مجاهدي خلق رفز مسؤود رجبي وزمرتي صدام حسين لديه أنصار كثر في المنطقة لدائي للعودة ولكن مسؤود رجبي لما كانت بلده في حرب مع الإراق زحب وتحالف مع العدو هذا يعني منطق طبيعي الشعب الإيراني لن يقبل بمجاهدي أما فيما يتعلق بقرار الأوروبي هذا الغلار ليس له دافئ سياسي والحمد لله النظام الإيراني أدرك ذلك وخف من حدة دعايته وشعاراته مؤزلة مجاهدي خلق هي مؤزلة يريد النظام الإراقي هل وتسوية هذه المشكلة بتارد مجاهدين خلق من الإراق أخي لا يمكن قبول الإرهابيين الدنمارك لا تستطيع أن تقبل بمائتي مجاهد خلق حتى عودي لهذه النقطة بالتوضيح يعني أنت ترى بأن القرار للإتحاد الأوروبي في الحقيقة هو تسهيل لمشكلة العراق وعتيك تفاصيل ماذا سيكون مصير هذه المجموعة بالنسبة لمجاهدي خلق هذا المجموعة أسكريا انتهت باستطاعة أعزاب مجاهدي خلق أن يمارس حقهم في الأمل السياسي نعم فقط ولكن من أين من أي أرضية يعني هناك العديد منهم يريدون ترك منظمة مجاهدي خلق هم يعتبرون الرجبي رجلا قد يعني رجلا لا يؤهل ليكون زعيم غير مؤهل لزعام فلذلك هم يريدون تشكيل منظمات جديدة كما حصل عديد من المشقلين لمنظمات مجاهدي خلق شكلوا منظمات وتنظيمات على كل حال هذه المنظمة في الحقيقة هي التي أول من أصدر ربما أو سر بعض المعلومات عن البرنامج النووي الإيراني واتهمت بالخيانة العظمى من قبل بعض الكتاب والصحفيين والساسة في إيران أنت ترهم خونا أم ماذا ترهم أنت كمعارض وهم معارضون أين تختلف هناك فارغ بيننا أنا أريد بلدي مستقلا ومعمونا ومزمونا وهم كذلك لا أبدا لما تدخل أنت مع رجل يهارب بلدك ويلغي صواريخ على رأس شعبك على رؤوس أبناء إيران فأنت يسائد صدام حسين لتحديد الأهداف أنت لست إيراني عدو عدوك صديقك يعني هذه قاعدة أنا أعتبر أن الأخلاق في العمل السياسي شيء مهم يعني أنت أقول لك لو ألمت مثلا بموضوع ما يخص أمن بلدي لن أكشف هذا يعني أخلاق أمر مهم وزميرك ووطنيتك أنا أقارس هذا النظام لأنني لا أؤمن بالنظام الديني في إيران أنا أؤمن بالنظام ألماني ديمقراطي يحترم أبناء شعبي ولكن الديمقراطية يا سيدي أنت تناقض نفسك الآن الديمقراطية تقتضي أن تحترم من تختاره الأغلبية أنت ترفض نظام الديني وفق رؤيتك الفكرية ولكن يجب أن تقبل برغبة الإمام خميني يوم أودته إلى إيران في مقبرة جنة زهراء وأنا كنت هازرا وكتبت مرهبا فيك يا إمام قال في جنة زهراء أوكي لنعتبر أن أجدادنا قد اختاروا نظام الملك نظام الملك الدستور نعم هم لم يكونوا مخولين لإختار نظام لنا أوكي اختاروا نظام صحيح من اليوم فساعدوا نحن نريد نظاما آخر الشعب الإيراني قد قال كلمته في انتفاضة الطلبة بشهر سرطان في عدد من المظاهرات التي حصلت في إيران حتى في عهد خاتمي بعض النواب قالوا يجب مراجعة الشعب بعد سلسين آمن لا نريد شيئا نطالب من نظام جمهورية الإسلامية إجراء استفتاء عام في إيران لمسالعة الشعب الاستفتاء هي الانتخابات لا لا مش اخير يعني لو كان هذا الشعب اسمح لي يا دكتور علي لو كان هذا الشعب يرفض الحكومة أو الجمهورية الإسلامية أو هذا النظام الذي تراه أنت هو الذي جلب النكبات على إيران كان استطاع أن يزيله على كل حال كيف الشعب الإيراني الآن شعب مسكيم الشعب الإيراني يواجه يوميا مصائب ومشاكل الشعب الإيراني يشاهد بأن بركات هذا البلد تصحب إلى خالد مشأل وعلى حسن نصر الله وعلى فلان وعلى مختدى الساد الشعب الإيراني يتعاطف مع الشعب الفلسطيني يعيد الشعب الفلسطيني في تطلقاته ولكن لا يريد ملاييني يذهب إلى جيب خالد مشأل سنعود إلى هذه النقطة على كل حال الشعب الإيراني عندما تتكلم أنت لا يخرج في مظاهرات تأييدا لك ولكن عندما يتحدث أحمد نجاد تخرج الملايين ومساعدة القضية مساعدة القضية الفلسطينية هذا شرف لإيراني يا سيدي كما يقول الكثيرون وليست أخذا لأموال الإيراني اللي دافعها للفلسطينيين أنا سأعودي لذي نقطة أنت يجب أن تكون مهيدا أكبر ديمقراطية في المنطقة أمريكا تساعد كل الدنيا حتى تحمي مصالحها على كل حال الانتخابات القادمة هناك من يقول أنه لا أنت أخذت جانبا يجب أن تكون مهيدا أنا أعطيك فرصة حتى تترد لا لا أنت تقول ملايين الذي خرجوا أنا لست سياسيا إلى الانتخابات حتى ينتخبني الشعب الإيراني لأنه ليس مسموها لي أنت معارض تتحدث باسم الملايين في إيران أنا أتحدث باسم على أغل تقديل أشرد ملايين من الإيرانيين وفقا للإحسائيات لم نرى مليون واحد يخرجون تأييدا لك أشرد ملايين من الإيرانيين يتفرجون على برنامجة تلفزيونية يوميا لدي آلاف إهيانا أنا لا أبالغ أستطيع أن أفتهى الإيميل مالي وطرق اليوم كم من الإيميلات وصلتني يوميا أنا في في اتصال مع ابناء شعبي وأقول لك أحمد نجاد عنده مال عنده سلطة كل مرة يذهب ويزور محافظة هناك الاستعدادات ويعخذون الناس من الغرى لاستقبال أحمد نجاد واستقبال الإمام خامني أخي الأعزيز أنت لما تتحدث عن ديموقراتية في إيران ديموقراتية موجودة فقط لأهل ولاية الفقه وليس للناس دكتور إبراهيم يزدي كان وزير خارجية بعد الثورة جاء مع الإمام خميني أين الآن دكتور إبراهيم يزدي ليس المسموه له أن يشارك في الانتخابات وهو رجل منازل حارب الشاه سلسين عامن ورئيزئيم حركته هو هذا السؤال يعني يا إيران يا دكتور علي المشكلة ليست في الحكم الذي يحكم إيران الآن المشكلة في المعارضة الإيرانية ضعيفة هناك أشخاص بإمكانهم أن يواجهوا أحمد نجاد ولا أحد الآن مرجح أن يفوز على أحمد نجاد الذي يتوقع أن يرشح نفسه الانتخابات ثانية مين قال أحمد نجاد سيفوز في الانتخابات أولا هذا الانتخابات كما قلت لك التنافس فيه محدود ليس بإمكان حتى الأميد غالباف وهو أمين بلدية طهران لأنه ذهب إلى الخامنة قبل شوية وخامنة قال لا 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 مش ممكن يعني المرشد يعين ويحدد هوية المشاركين في المعارضة ضبط على ذكر المرشد المرشد كان لديه تصريح يقول لسنا بحاجة إلى شاه حسين جديد والقصد ففق بعض التعليقات والتحليلات شهد سلطان حسين آخر من يقصد أحمد خاتمي يعني هل ترى أن أحمد خاتمي محمد خاتمي أحمد خاتمي شهد سلطان حسين كان آخر ملوك سفويين في إيران اللي هزمه محمود أفقان ودخل عاصمتي فلذلك خاتمي لما أشار إلى شهد سلطان حسين أساء إلى خاتمي وخاتمي هو الشخص الذي أبعد خطر الحرب عن هذا النظام هذا ما أقول يعني أنت ترى الإمام علي خمينة الآن ينحاز إلى أحمد نجاب بالتأكيد بالتأكيد مع المحافظين ضد الإصلاحين خامني لا يريد إصلاحا وأفشل خاتمي مشروع خاتمي الإصلاحي كان المشروع الوهيد كان قد سيسلنا إلى ديمقراطية خطوة خطفة خاتمي رجل طيب وأنا أقول ذلك صراحة رغم أن المعارز اعترف بأن خاتمي رجل طيب عنده توجه إنساني وطيب أراد تغيير شيئا ما ولكن كما قال كل تسعة مرة افتعلوا أزمة زده والآن خاتمي إذا انتخب خاتمي هذا المرة على خاتمي أن يعتمد ليس فقط على قوة داخل دائرة السلطة بل على الشعب على التنزيمات الطلابية على الاتهدات وعلى المعارزة بكافة قواها غير معارزة المسلحة أنا أرفز معارزة المسلحة حتى أختم هذه الزاوية الآن لو رشح مثلا أحمد نجاد في مواجهة محمد خاتمي اللي من تميل الكفة برأيك خاتمي بالتأكيد لا شك حتى لو كان علي خميناء يميل لأحمد نجاد في انتخابات الثاني من الجوزاء قبل 12 آمن مرشد الثورة دعم ناطق نوري رئيس البارلومان والشاب اختار خاتمي يعني هناك كان صفعة غوية في انتخاب خاتمي ولكن مع الأسف كما قلت أفشلت السلطة الأولية خاتمي هذا المشروع الهزاري خاتمي قام جاء وتحدث عن حوار بين الهزارات جاء وتحدث وأنا شفت بالأمم المتحدة لما ألقى خاتمي خطبته الرئيس الأمريكي كلينتون وقف وسفق ثلاثة دقائق لخاتمي ولما أراد كوفي أنان ترتيب لقاء بين خاتمي وكلينتون جاء وزير خارجي خرازي وحمس في إذن خاتمي لا مرشد لا إذا يسمح بذلك وخاتمي حرب حرب من مصافحة كلينتون كانت الفرصة متاهة لنا لتهسن الألاغات مع الولايات المتأخل كم دفع الشعب الإيران يخي إيران لا تريد أن تقبل أيدي الأمريكيين وأن ترقد وراءهم من وجهة نظر الكثير من الإيرانيين هذه العزة والكرامة والشرف الإيراني نعم ولكن مسالح بلدك تفرز عليك مين غال تخزي أمام الأمريكان مين غال أنت قلت يعني كان بإمكانه أن نصفح وأن لم يصفق لي الرئيس مصافحة الرئيس كلينتون ونحن نعرف كلينتون كان أفزل رئيس أمريكي كان باستطاعته أن يجلس مع خاتمي ويحل المشاكل والشعب الإيراني قد دفع كثيرا بسبب هذا الموت لأمريكا وإهراغ الأعلم الأمريكي وأنت ترى أن أمريكا صادقة في المصالحة والتعاطي إيجابية مع إيران أم أنها تريد أن تمطط إيران وتستغلها أخي الأزيز أقول لك أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت أكبر خدمات لإيران بإسقاط صدام حسين والطالبون وأعتقد بأن الفرصة كانت مطاهة لإيران كي تلئب كلائب إقليمي مؤترف به وهي تفعله الآن بالاعتراف و لكن الآلم زده الآن أخي الأزيز الآلم زده إيران قادر أن تلئب دورا مهما دورا إقليميا وآلميا دون أن تكون هناك تعالف تعالف الأعداء أمامه لماذا؟ كل هذا الاستئداء لماذا؟ أترك موضوع الانتخابات والصراع بين الإصلاحين والمحافظين لأدخل في موضوع آخر أيضا يهم العالم الغربي وهم الإيرانيين و يهم المنطقة بأكملها قصة هذا المشروع النووي الإيراني أنا لا أريد أن أخذ منك أسرار كما كشفته جماعة مجاهدي خلق أمامه 2002 ولكن أريد أن نعرف أنت كإيراني معارض صاحب مركز للدراسيات لا شك لديك بعض المعلومات أين وصل المستوى العمل أو الأداء بهذا المشروع؟ هل إيران قريبة من قنبلة نوية كما يزعم الغرب وتزعم إسرائيل وأمريكا؟ أم أن المشروع الإيراني مشروع سلمي؟ كما تقول إيران الحكومة في إيران هناك مشروع سلمي بتبيئة لها الموجود منذ قبل الثورة معروف هذا من أيام الشاه هذا المشروع في تطور وأعتقد إن شاء الله إذا صدق الروس في ناحية هذا الآن سيتم افتتاح محتد بوشهر هذا الآن ففي مشروع سري أعتقد باستطاعة إيران أن تنتج أول غملة نببية بعد ثلاثة وأربعة سنوات بعد؟ ثلاثة وأربعة سنوات سنعود للحديث في هذه النقطة ولكن بعد الفاصل أشكرك دكتور علي إذن مشاهدين فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحوار نرجو أن تبقى معنا الحوار أبعاد لا تنتهي أهلا بكم من جديد بوضوح وظيفنا اليوم الدكتور علي نوري زادة مدير مركز دراسات الإيرانية العربية في لندن دكتور علي يعني أنا لا أقول قنبلة أطلقتها أنت قبل قليل ولكن أنت تتحدث وتقول أنه خلال ثلاثة إلى أربع سنوات ستكون القنبلة النووية الإيرانية حاضرة للاستخدام هذا يعني أنه البرنامج ليس مدنيا كما تقول إيران بل عسكري ما هي أثبتاتك على ذلك؟ أولا كما أشرت برنامج المدني موجود موجود ولكن هناك إلى جانب هذا البرنامج برنامج عسكري لقد كلف آية الله خامني الحرث الثوري بإنتاج القومة الذرية وذلك في اجتماع مهم تم تصريب بعض الهاديث من هذا الاجتماع آية الله خامني قد قال أن كوريا الشمالية بفقرها وبسقرها ومشاكلها بامتلاكها غنبلتين أو سلاسة غنابة الذرية تمكنت من تصدي للحجوم الأمريكي وفرزت أجندتها الأمريكا وإذا كانت لدينا غنبلة واحدة فهذا الغنبلة سوف تذمن استمرارية الثورة لمدة 25 آمن آخر وبالتالي ترى أن إيران لا شك أنها فإن هؤلاء لا يريدون غنبلة ذرية لزرب إسرائيل هم أغلاء يعرفون غنبلة واحدة نحو إسرائيل 200 غنبلة نحو إيران من غبل إسرائيل ولكن أنت لديك تصريح تقول القنبلة تعني نهاية إسرائيل لا لا أنا لا أقول ذلك أنا أقول إذا كان هناك في إخواننا في الحرس بعض المتحمسين لفكرة استخدام القنبلة الذرية هذا ما نحاية إيران وإسرائيل في آن معا هذا ما قلته على أي طرح في برنامج سري أسكري إذا نجحت إيران في استفادة من أكثر من أشرت آلاف أجهزة الترد المركزي سونترفيوش وهذا معناه باستطاعته تخزين يورانيوم المخفض وتحويل هذا اليورانيوم المخفض إلى المواد اللازمة لإنتاج القنبلة ذرية هذا سوف يأخذ سنتين ونأتي إيران سنة لبقية الأمور ثلاث سنوات ولدى إيران الأديد من الخبراء هذا برأيك على أقصى تقدير ثلاث سنوات ثلاث سنوات نعم ثلاث سنوات أقول لله يعني القنبلة نوية أنت كما أشرت قبل قليل هي لا تريد إيران استخدامها ضد إسرائيل وتريد فقط توازن الرعب بينها وبين الآخر العدو الآخر مهما كان ولكن ما هي المشكلة أنت كإيراني معارض هل ترى أنها مكسب ستكون لإيران أم أنت معارض لها أنا أنا زد الغنبلة النوبية سواء كانت في إسرائيل أو باكستان أو إيران أنا لا أريد أن أرى تنافسا قدا سوف يأتي مصر والسعودية والإمارات وكلهم يبسون أن نغموا للذرية هذا يعني شوف انظر إلى مستقبل لأولادنا منطقة مليئة بالغنابة للذرية أخي يعني ولكن أنا كدولة ماذا أفعل عندما تمتلكها إسرائيل وباكستان والهند والغرب أغنى يمتلكها ويفرضوا علي شروطها أنا كدولة ليس لدي أقول لك أقسم بالله بأن خير صديق لإسرائيل وجمهورية الإسلامية بدون جمهورية إسلامية كان على إسرائيل أن تبحث عن جمهورية إسلامية بوجود جمهورية إسلامية إسرائيل تمكنت من مواسلة ابتزاز الآلم والولاية المتحدة هذا ليس صديق يعني ربما تقاطع المصالح ولكن إيران يا سيدي تساعد المقاومة في لبنان وفي فلسطين وتعلن رفضها لإسرائيل بل أكثر من ذلك أحمد نجاد تجرأ ما لم يتجرأه آخرون وقال بأن إزالة إسرائيل حتمية وستث يوما ما وأنت تقول لأصدقاء هذا لا تعني صداقة أخي الأزيز ما هي النتائج هذه الشؤارات للشعب الفلسطيني والشعب الإيراني أنا أقول أنا كنت من متحمسين للثورة الفلسطينية أشتفي مخيمات ببيروت لما جاء أبو عمار إلى إيران كنت من بين الغلائل اللي كانوا معرفة مع أبو عمار بس أقول لكم هل هذه الشؤارات ساعدت الشعب الفلسطيني يا سيدي ليست شعارات أنت تقول لي شعارات عندما يأتي شخص ويقتلك من تل أبيب أو من أمريكا وتأتي دولة وتقول لك أساعدك هل تقول له لا؟ لا لا أساعدك مش مشكلة ولكن لماذا لا تساعد الجمهورية الإسلامية السلطة الوطنية الفلسطينية لماذا لا تساعد عبو مازن حتى يكون عبو مازن قوي أمام إسرائيل بدلا من ذلك ها ولد إيران شق السف الفلسطيني والآن نرى بأن إيران تساعد دولة قزة وهناك إجماع آلمي لمساعدة السلطة الفلسطينية إيران تشجئ السيد خالد مشعل اضحب إلى الانفصاد أنت مثقف ورئيس مركز ليس كل شيء مجمع عليه دوليا هو الحقيقة وهو الحق متأكد متأكد ولكن أبو مازن إيران تقول بأن السلطة الفلسطينية سلطة مفرطة هي سلطة التحريق أخي الأزيز إيران كما أشرته دائما هناك تناغزات والنفاق إذا إيران ترفز مشروعية السلطة الوطنية الفلسطينية لماذا سيد أبو السلخ سلاح زوابي سفير دولة فلسطين في إيران أبدوه عندكم سفير حماس يعني إيران يريد في نفس الوقت أن يلقب بورقتين يساند حماس يشجئ حماس ولكن لما تذهب إليه وتنتقد لا عندي سفارة فلسطين في طيران هذا هو التوازن عينه يا سيد لأنها تتعامر ليلا ونهارا تتعامر أنت زد أبو مازن زد السلطة الفلسطينية وقبل زد زد عرفات خامني غالي هذا الحقير الخائن عرفات هذا كلامة خامني في صلاة الجمعة فهؤلاء تآمروا على الشعب الفلسطيني تآمروا زد الفلسطيني عندي معلومات كم إيران دفعت إلى بعض لقتل أبو مازن لقتل بعض الغادة الفلسطيني هذه كلها إشاعات يا دكتور علي نورزاد أدت تحت براء إشاعات ولكن عندي معلومات ونشرته وأقف إلى جانب هذه المعلومات ولو كان الذرة في هذه المعلومات يعني ما مصلحت إيران لقتل أبو مازن أو غيره بالتأكيد هؤلاء لا يريدون سلاما في المنطقة لا يريدون دولة فلسطين لنفترس هناك من يتاجر في القضية الفلسطينية من دول المنطقة وأنت تقول لإيران لا تتاجر أخي الأزيز لنفترس غدا هناك دولة فلسطينية مستقلة هناك لبنان آمنا ومزارق الشبعة وغرية قجر عدت إلى لبنان وجولان آدت إلى سوريا ماذا ستفق الإيران ماذا ستقول إيران ستعيش مثل دول العالم أخي أبدا هذا النظام تعيش في العزمة هذا النظام لا يستطيع أن يعيش بلا عزمة دائما يجب أن يكون هناك عدوا اعتقلوا تبيبين آدوا إلى إيران لخدمة مصابين بالإيجز فيروز الإيجز والإدمان اعتقلوا هؤلاء قد جاءوا إلى إيران من أجل انغلاب مخملي أخي الأزيز هذا النظام عقلية هذا النظام عقلية تعاملية دائما آيت الله خامني يعتقد أن ليس في العالم أي أمر بس فقط رئيسه الأمريكي ينهي الصباحا يتآمر ضد إيران وغوردون بران يتآمر ضد إيران وآلم كل شمعامرة ضد النظام جمهورية الإسلامية فقط يعني ما في في العالم أي شغل أخر وأنت لا ترى أن الأمريكيين يتآمرون بإيران؟ أي تآمر أخي قالوا أن الأمريكا دفع 75 مليون دولارا للمعارزة في السن واحد لم يدفع دفعت إلى صوت أمريكا إلى إضاءات صوت أمريكا والتليفزيون صوت أمريكا يعني أمريكا لم تتآمر على إيران وتقلب النظام وتآمرت على أفغانستان وأسقطت النظام وتريد هي تبحث لو أنت تؤكد لهم بأنك تستطيع إسقاط النظام لا أعطوك بلايين وليس بلايين الدولارات أخير عزيز يعني هذه بديهيات أمس الأول في البي بي سي سمعت وكنت مشاركي قال واحد أن أمريكان يساعدون سبق قنوات تليفزيونية في أمريكا لإسقاط النظام أولا هناك 30 غناتا مش سبعة 30 غناتا تليفزيونية كما في بريطانيا الإيرانيون في المحجر يستخدمون حقهما الشرقي وعندهم تليفزيونات للترسلية مثل العرب هذه التليفزيونات النظام هاول الأداءة بأن هذه التليفزيونات موجهة من قبل أمريكا والعديد من هذه التليفزيونات أفلست ما عنده فلوس خلاص عندها إعلانات يعني النظام الإيراني دائما يبحث أمن يتعامر زده الإراق الدول المجاورة روسيا مرة أفقان يعني في كل الآلم يتعامر أبدا هذا ليس الأمر إيران تهزى بمكان رفيق في المنطقة إيران بلد هذاري بلد طاريخي عنده شعب أريق سلاسة ملايين إيرانيين يشون في الولايات البتدة الأمريكية أخي مائة ألف تبيب إيراني يديرون المستشفيات الأمريكية هناك أربعمائة وسلاسين إيرانيين يعملون في ناصر والأساتذ الإيرانيين أطباب إخسائينا الإيرانيين يعني شاب أريق وداخل إيران كمان إيران يجب أن تنظر إلى الآلم من منزار مختلف إيران ترحب بكل إيراني معارض أن يعود إلى إيران من يريد أن يعيش في الغرب فله ذلك هذا اختياره الشخصي وهذا يعود لك شخصيا أيضا بإمكانك أن تعود إلى داخل إيران أتمنى ذلك يعني لو أسألك دكتور علي حتى نستفيد من الوقت لأنه لاحقنا العلاقة الاستراتيجية مع سوريا وأنت تعرف أنها بدأت في الثمانينات في عهد حافظ الأسد الآن إلى أين هذه العلاقة الاستراتيجية؟ أولا الألاغات الاستراتيجية مع سوريا لم تبدع بعد الثورة بل بدأت قبل الثورة لقد زار الرئيس الراهل هافظ الأسد إيران في أمس 76 يعني بعد أن وقع الشاه اتفاقية جزائر مع الإراق جاء هافظ الأسد وأرز تعاون مع الشاه ضد الإراق الشاه قال لدي اتفاقية مع الإراق لا أستطيع أن أخرج من الاتفاقية ولكن أتعاون معك في غزايا أخرى في لبنان وآخر وزرعوا جزور جزور العلاقة شاه الشاهية لا في هذا بعد الثورة بالنظر إلى أن الإمام خميني اعتبر العلويين مننا أو من الشيئة هذا عمر مهم جدا لأنه كل إخوان المسلمين ومؤارزي الهكومة السورية كانوا يقولون أن الصيريين والعلويين هؤلاء كفر خميني قال له هم من الشيئة هذا يعني امتياز مهم لسوريا وبعد ذلك بسبب خلاف سوريا مع الإراق بدأ التحالف الاستراتيجي وتحول اليوم إلى تحالف معمق ومستمر في مختلف المجالات يعني إيران والسوريا لما يقولون الناس أوكي لنسخب ونأخذ سوريا من إيران برأيك هذه مستحيلة يعني تداخل في تداخل إيران متواجدة في سوريا عبر الأشرات من الشركات استثمارات والتعاون المشترك أمنيا وعسكريا في مساني إيرانية في سوريا تنتج القنابل تنتج السواريخ فلذلك علاقات متداخلة جدا العلاقة السورية الإيرانية لا يمكن كسرها لا يمكن يعني البوسطات فقد يتخيلون ماذا بخصوص العراق لأن العراق الحقيقة هناك أكثر من رأي هناك من يقول بأن إيران هي تحتل العراق مثل ما تحتله أمريكا هناك من يقول بأن إيران متغلغة من خلال الوزرات أو من خلال الأحزاب التي تحكم أو من خلال حرس توري مخفي أو لا ندري وهناك من يقول بأن إيران في الحقيقة هي تساعد أو تحاول أن تحمي حدودها ليس أكثر يعني إيران ليس لها أطمع في العراق أستفيد من هذا الفرصة لأوجدها بعجلة يا دكتور لأنه لديك خدمة نقاط يا إخوان للسنة في العراق لما يتحدثون عن إيران السففيين الفرصة المجوس يعني هذه الكلمات التي سمعنا من إزعاد صدام السيد هذا أيب أيب أن يسمون إيران فرصة المجوس أو السففيين السففية كانت سلسلة من السلاسلة الهكومية فيها إيران عندها مصالح مشروعة في العراق بإعتبارها الدولة الشيئية الوهيدة في العالم وهناك أعطاب المقدسة وإشق الإيرانيين لزيارة الأعطار الأهداف أن تزور ولكن الأهداف لا أن تبني مؤسسات وتمولها وتسيطر على البلد هذا ما يقوله أهل البلد العراقين في العراق الآن الحمد لله الانتخابات الإيرانية الأخيرة الانتخابات المجال السباة أثبتت أن الإيرانيين وائين بمسالح شعبهم وهم مهتمين بفرس سيادتهم على أرسهم إيران استقلت مثل أي قوة فرصة لا وجود للسلطة في العراق لتعزيز سلطاتها ولكن الآن نرى تراجعا للأهزاب المرتبطة بإيران للمجلس العالي لفيلغ بدر ولجماعة مختدسات ونرى الطيار الوتني والطيار الليبرالي الديني مثل مالكي يعني الآن أرى أودت دكتور عياد ألاوين أرى أودت جماعات شيوئية وجماعات تراجع للأحزاب الدينية هذا مهم جدا هذا يعني تغيير الخريطة السياسية في العراق هل يحبني هذا فشل للسياسة الإيرانية بالتأكيد لأنه إيران بالقت في دعم الأحزاب الدينية بدلا من أن تعتمد على كافة فئات الشعب الإراقي بدون تركيز على الأحزاب بدون غيرها هذا يعني إيران فشلت في العراق العربي ونجحت لهد الآن في العراق الكردي لأنه في كردستان إيران لم تلقب بورق الدين أو الأكراد لم يسمعون هل ترى أنه لإيران دور أيضا في كردستان العراق؟ دور مسبت يعني دور إيجابي دور بناء يسائد الأكراد فيه لأنه في كردستان العراق هناك من يتحدث عن دور أمريكي إسرائيلي ولكن الدور الإيراني يتركز تحديدا في بقية الأراضي العراقية أو في الجنوب تحديدا سهي بالتأكيد ولكن في كردستان العراق دور الإيراني محدود أولا دور أجيب للشعب الإيراني فيه تبادل ثقافي كل أسبوع هناك مهرجانات مسرهيات مهرجانات موسيقية يعني تبادل ثقافي بين الشعبين نريد أيضا أن نمر مرور الكرام أنت كنت تتحدث قبل قليل على علاقة إيران بحركة حماس أو المقامة بشكل عام في فلسطين ولكن أيضا العلاقة إيران بحزب الله اللبناني إلى أين برأيك ككاتب ومفكر إيراني وتعرف أيضا المصالح الإيرانية في المنطقة إلى أين تذهب هذه العلاقة لو حرر الجنوب اللبناني بالكامل كما قلت قبل قليل بأنه ربما إيران تريد دائما عدو وما إليه ولكن إطلاقا من هذه النقطة إلى أين تذهب هذه العلاقة أخي الأزياء حزب الله جزء من النظام الإيراني أيضا هناك بعض المراقبين يتحدثون أن وجود خلافات بين إيران وحزب الله ووجود تباعد في وجوهات نصر حزب الله ابن الثورة السيد حسن نسول الله كان صادقا لما قال أنا أزف حزب ولاية الفقه يعني حزب الله جزء من المؤسسة الهاكمة في إيران فلذلك طالما النظام الإيراني موجود حزب الله موجود في لبنان ولكن أعتقد من الممكن أن يتغير دور حزب الله من ميليشيات مسلحة إلى حزب سياسي قوي يمثل جزءا من طائفة الشيئية في لبنان حزب الله تمكن من تدريب وتربية كوادر مؤهلة جدا في هذا السنوات وإيران أيضا أنشأت مدارس ومعاهد وكليات في جنوب لبنان فلذلك هزب الله هو هزب غادر على أن يلئب دورا معسرا في مستقبل لبنان بلا سواريخ وبلا يعني برأيك حتى لو حرر كامل الجنوب اللبناني وتحول حزب الله من حركة مقاومة إلى حزب سياسي ستسمر العلاقة بينه وبين إيران لأهداف أخرى يعني بعجالة أيضا العام الماضي قلت في برنامج تلفزي فيما يتعلق أنا هنا أتحدث عن العلاقة بين إيران من جهة وأمريكا وأسرائيل من جهة أخرى أنت تعتقد بأن بعد إجراءات الانتخابات الأمريكية هناك احتمال أن تتعرض إيران لضربة إسرائيلية أمريكية مشتركة هل ما زلت عند هذا الانتخاب؟ هذا الحمد لله يعني ما قلت وكان قائما ألا معلومات وبعدها في نهاية أحد رئيس بوش كشفت الصحفة الأمريكية بأن إسرائيل زحبت إلى بوش لاستئذانه لضرب إيران بوش رفز حتى طالب بالسماء له ترددت نعم هذه المعلومات يعني هذا ما قلت أنا كنت قلقا بشعن الفترة ما بين انتخاب الرئيس ودخول الرئيس الجديد بيت العبيس هذا ما قلت إذن هذا التشاؤم تراجع الآن بعد انتخابه ماما برأي لا أعتقد بأن أوباما سوف يؤتى الخيار الأسكري أهمية كبيرة هذا الخيار بوجود بالتأكيد يعني إذا شعرت الولايات المتهدة بأن إيران سوف تنتج صاروخا سوف تنتج قمبلة ذرية بعد شهرين وثلاثة عشهور ستزرب إيران بالتأكيد إذن في ظل هذه الأجواء أنت قلت أن المسائل تراجعت وأوباما هو أقرب إلى الحوار مع إيران منه لضربها هل تتوقع مثلا أن إسرائيل تبادر لأول مرة ربما بدون استئذان الإدارة الأمريكية لا تتوقع ذلك لا تستطيع إسرائيل أن تعفل إسرائيل بدون علم إيران أو بدون تعاون معه وبدون تعاون التيران الأمريكي هذا مستحيل إسرائيل لأن إيران قوية أم ماذا إيران ليست بجمهورية موس أولا وإلى ذلك فإن إسرائيل تستطيع أن ترد وتوجع إسرائيل لو أردها بالتأكيد على أغل تقديد تستطيع أن تلهق أزرارا كبيرا إلى إسرائيل فلا أعتقد أن إسرائيل بمفردها قادرة أن تضرب إيران إذن في هذه الحالة دكتور علي أن تترجح الحوار بين أمريكا وإسرائيل أقرب إلى المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية خاصة إدارة بوش كلفت مجموعة من الخبراء بينهم إيرانيين مثل الدكتور ولي نسر لدراسة الواز ولأعداد ورغة للرئيس أوباما من عجل فتح الهوار مع إيران بعد الانتخابات الرئاسية في إيران لأن أيضا واشنطن تنظر إلى إيران من سيعتي إلى قسر الجمهوري أحمد نجاد أم خاتمي أو شخص آخر سألتك أيضا عن التعاطي الإسرائيلي بعيدا عن طلب الإذن أو التعاون مع أمريكا لسبب أن الانتخابات كما تعلم الإسرائيلية هي الآن على الأبواب وهناك توقع بأن يفوز نتنياهو وإسرائيل أيضا بالنظر إلى أن حصيلتين حربين أخيرتين لم تكن لا نقول سالبة مئة في المئة ولكن لم تكن في مستوى التوقعات الإسرائيلية حرب تموز في لبنان وحرب غزة لم تكن ناجحة بين ظفرين بالمعنى الإسرائيلي فلتوقع أن نتنياهو ربما يقدم على مغامرة أخرى هل ترى أن نتنياهو ربما قادر على أولا أعتقد بأن نتنياهو هو الشخص الذي لن يهاجم إيران أنا دائما غلغ من شأن ميس ليفني أو رئيس هكومة ذئيفة أولمرت هؤلاء يقدمون على المغامرات إذا جاء نتنياهو ومعه أكسرية وليكود واليمين المتطرف فأعتقد بأن نتنياهو سوف يكتفي بتوجيه التحديدات أو بتشديد التحديدات ضد إيران ولكن لن يقدم على مغامرة لن يقدم على مغامرة أخرى يهمني أيضا في الداخل الإيراني وأنت أشرت إليه قبل قليل فقط أنا أريد أن أعود إلى تصريح أحد المراجع المهمة في إيران حول العلاقة بين السنة والشيعة أحد مراجع قم أصدر فتوى للتعاون مع السنة ونفى أنه يكفرهم وهو مرجع مستقل عن الحكومة الحسين الشيخ حسين الخرساني وأنت أشك بهذا آية الله خرساني ورأيت بأن ربما تشكل تطور كبير كما قلت آية الله وحيد خرساني كبير الأولماء في إيران هو المرجع الأعلى فعلا في إيران فلما أصدر هذا الفتوى مهم الذي قوبل بترهيب أهل السنة وأولماء أهل السنة ولكن أريد أن أعرف تطور كبير في أي اتجاه لأن هناك من لا زال يتحدث بصراحة بطائفية زائدة عن بعض الصحابة وهناك من لا زال هذا خطوة أولى أنت ترى هذا التصريح خطوة أولى خطوة أولى خطوة أولى خطوة أولى خطوة أولى خطوة أولى في داخل إيران نعم يعني هذا الخطفة سوف تهمني حتى مسؤول الاستخبارات الذي عنده عوامر لإيزاء هذا السنة فهو سيتراجع عن أماله أعتقد بأن آية لوهيد خراساني قد اتخذ الخطوة مهمة جدا فسوف نرى خطوات أخرى من بغية الآيات حتما ستتبعها خطوات برأيك نعم موضوع آخر أيضا يهم إيران ودار حوله إلى حد ما في فترات ما لغط وحديث وحديث عن إثباتات ثم اختفى الموضوع ويعود بين الحين والآخر الحديث عن علاقة ما لا ندري تحت الطاولة مع القاعدة علاقة إيران مع القاعدة أقصد هنا أنت ربما من أنصار أنه تقول أنه ربما ليست هناك علاقة ولكن ربما قد يكون هناك أفراد من القاعدة موجودين في إيران بأي صيغة هل لك أن توضح ذلك؟ كانت هناك علاقة قوية تربط الدكتور إيمان الزواهري مع أهد قادة هرس العميد محمد باغرز وكلاهما كانوا في السودان علاقة شخصية هذا الأراغة استثمرها دكتور إيمان الزواهري لإيفاد أسر قادة القاعدة وعبنائهم إلى إيران وزول غدر أيضا ساعدهم للحصول على مكان للإقامة ولكن دخل إيران أكثر من ألف من رجال القاعدة والطالبان بعد الحرب فهؤلاء أما مسك بهم إيران اتغلوهم وزعوهم في السجن وعقادوهم إلى بلدانهم مثل مصر والمقرب وعما اهتفزت بهم رجال مثل سيف العدل مثلا سليمان أبو غيس هؤلاء موجودين في إيران يأشون مخترمين في فلاهات ولكن تعركاتهم مغيدة محدودة يعني أنا أعطيك بعض الإشعات صراحة في الأوساط الثقافية والسياسية يتحدثون عن أنه قد يكون أيضا حتى الزعيم زعيم طنم القاعدة باللدان نفسه في إيران ربما قد يكون مصاب ويعالج ربما قد يكون معتقل هناك وإيران تريد أن تساون به مع أمريكا في أي حل أو في أي حوار بينهما هل ترى هذه مجرد تخييليات أما قد تكون ممكنة أيضا ممكنة أولا أن سحر السيد جولبودين هكمتيار الزعيم حزب الإسلام الأفغاني قد دخل إيران مرتين لشراء أجهزة دياليز لبن لادن يعني هذا معروف جهاز دياليز من مستشوى الحرس لبن لادن هذا معروف عمر معروف في إيران نعم بس ربما يعني ما عرف ما إذا كان بن لادن في إيران ولكن هذا ممكن إيران بلد كبير في إمكانية اختفاء أي شخص إخفاء أي شخص تري يعني المساء كل شيء وارد ربما في دقيقتين ما تبقى من عمر هذا البرنامج نعود إلى علاقة إيران دول الجوار دول المنطقة إيران دولة جارة دولة مسلمة قوية تهمها مصالحها والعالم المجاور العالم العربي تهمه مصالحه أيضا كيف يمكن لهذين الطرفين وهما يعيشين في المنطقة بحكم القدر والأرض هناك كيف يمكن أن تتبادل المصالح بدون احتكاكات وربما التعاون أكثر من التصادم وأنت كمعارض إيراني تعيش هنا لا شك تهمك مصلحة بلادك بعيدا عن المعارضة للنظام لأنه شهدنا شدا وجذما في الفترة الأخيرة هناك اجتماعات في أبوظبي وتصعيد لهجة بأن إيران يمنع لم يذكروا إيران بالاسم ولكن قالوا لا نريد أن يتدخل أجنبي وكانت الإشارات واضحة لإيران كيف يمكن في دقيقتين وبعجالة كيف يمكن لهذه العلاقة أن تكون علاقة تعاون وتآزر وتوحد وبعيد عن المواجهة حتى لا تدخل هذه الدول في حلف جديد أمريكي ربما إسرائيلي لضرب إيران كما ضرب العراق أخي الأزيز أعتقد بأن هناك من مسلحة إيران ومسلحة الدول العربية المتلة على الخليج الفارسي وأنا أذكر خليج الفارسي لأن هذا خليج فارسي على كل حال نحن نقول خليج عربي لنقول خليج إسلامي أنا أقول خليج الفارسي كانت ألاغات بين إيران والسعودية والكويت والإمارات والبحرين ألاغات جيدة في أهد رئيس قاتمي هذا معناه أن السياسة التي تبنتها إيران كانت سياسة سهيئة ومرحبة فيه بالسعودية أنا لا أنسى أن الألاغات وسلت إلى حد توقيع اتفاقية عمنية بين إيران والسعودية في أهد قاتمي هذا ما حصل أيام الشاه رغم وجود ألاغات وخاتمي زارة السعودية والكويت والبحرين يعني ألاغات وصلت إلى حد تعاون استراتيجي بين الطرفين مع الأسف الإصلاحيين كانوا أكثر دبلوماسية برأيهم المحاولين سياسة أحمد نجات وهذا الخطب بعدين إثارت النعرات التائفية إقامة مسيرات أمام الخطوط الجوية السعودية سفارة السعودية إهراغ الأعلام هذه الأشياء مع الأسف سيؤيدنا إلى أوائل السورة وإيران بحاجة إلى علاقات متينة جدا طب بكلمة واحدة لو أعيد انتخاب أحمد نجات إلى أين تنتقل العلاقة هل إلى مزيد من التوتر أم أنه ربما سيحصل تفاهم أو تفهم لمصالح كل طرف وبالتالي حل هذه الإشكالية أنا أقوله بكل صراحة أن إعادة انتخاب أحمد نجات سوف تكون كارثة إيرانيا إغليميا وآلميا على كل حال هذه وجهة نظرك ربما الكثير من الإيرانين يختلفون معك الدكتور علي نوريزادة مدير مركز دراسات الإيرانية العربية في لندن أشكرك جزيلا شكر بوضوح إذن مشاهدين أجرينا هذا الحوار ونأمل أن يجمعنا دائما الوضوح والصدق في أمان الله